من كاملين لقاءاتنا كابتن أسامة والتقطيطنا لمبارات الأهل وبلدية المحلة ومنضمننا واحد من نجوم الفريق النهاردة واسمام أمان كبير جدا للفريق أحمد عبدين مدافع الفريق يعني أحمد معتزم مع الفريق الأول بوستانجي طلع أعارة لكن الحمد لله النهاردة قدرتوا بقاد أكثر مرة وقدرتوا تحافظوا عن ضفط الشباك وتخرجوا نتيجة كبيرة نهارة تمانا من قبل أشيء الأول بسلام على كل الكباتين في الستوديو وأتشرف أني معهم آه كذا مدافع معتزم مدافع كويس ويطلع الفيرس تيم وبوستانجي نفس الكلام مبسوط لهم طبعا مبسوط لأي حد في الفرقة يطلع فيرس تيم أو يطلع أعارة دلوقتي في السن ده طبعا المطش النهاردة كأول مطش كويس إنه ما يخشش فينا جوان ونجيبي جوان كثيرة عشان يبني لحدا خليت دوري بكو يوسف يعني عبدين الدوافع والحافز يمكن أن تبطل المسابقة بفرق كبير جدا من النقاط بنتكلم في واحدة عشان نقطة قبل نهاية المبطولة بسبع سبيع والنهاردة بضاية قوية اللي جاي بقى بتفكره فيه زي وأهدافكم جانب البطولة طبعا إحنا كابتان عراق أتكلم معنا على السنة الفاتت وعلى عدد دي إحنا كسرنا الدنيا وكل ده بس إحنا كل اللي إحنا عايزينه إنه إحنا نجيب أكتر من السنة الفاتت ونعمل أحسام السنة الفاتت ونكسب كل الأرقام اللي عناها السنة الفاتت وده هدفنا السنات إن شاء الله الفريق الأول وأكتر من أنصر نضم الفريق الأول الهدف وده تحافز لكم في الفترة دي أنكم تعملوا أقصى مجود عندكم طبعا حافز لكل اللعيبة إنهم يطلعوا الفريق الأول وإنهم يقدوا كل اللي عليهم هنا في النشئين عشان يتحسنوا لحد ما حد من الفريق الأول يشوفهم وطبعا أي لعيبة بقى عايز يلعب نادي الأهلي فريق أول شكرا بدينا دعنا موفة بيزني در بلاني